قال التقرير جديد أعدته جمعية رعاية الأسرة اليمنية إن اليمن معرض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة والآفات التقرير الذي جاء بعنوان آثار تغير المناخ على اليمن واستراتيجيات التكيف أضاف أن تفاكم التعرض للأعصير والفيضانات في السنوات الأخيرة نتيجة لتغير المناخ والاحتباس الحرارية حيث تسببت هذه الفيضانات في أضرار اقتصادية كبيرة وخسائر في المحاصيل والأرواح التقرير قال أن نسبة التصحر وإزالة الغباط في اليمن ارتفعت من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2022 مدفوعة بتزامن ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوك في درجات الحرارة مما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد ويعد اليمن من بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ ومن بين أقل البلدان استعدادا للتخفيف من آثاره أو التكيف معها كما أن تأثيرات تغير المناخ على هطول الأمطار وموارد المياه والفيضانات ودرجات الحرارة جعل اليمن سابع أكثر دولة في العالم بنذرة المياه مع تضائل منسوب المياه الجوفية الذي يتراوح بين 3 إلى 8 أمطار سنويا في الأحواض الحرجة تقرير أثار تغير المناخ على اليمن وأستراتيجيات التكيف خالصة إلى أنه كان لتغير المناخ بالفعل أثار خطيرة على اليمن مما أثر على جميع القطاعات والموارد وكذلك المجتمعات في جميع أنحاء البلاد وأكد أن الوضع في اليمن بمثابة تحذير لبقية العالم بشأن ما يمكن أن يحدث إذا لم تتم معالجة تغير المناخ بشكل فعال وسريع وشدد التقرير على معالجة تغير المناخ والقضايا البيئية في اليمن قبل فوات الأوان حيث يعتمد مستقبل اليمن وشعبه على هذه الجهود الجماعية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وحماية البيئة